صلى الله وحده لا شريك له وأشمد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس التفورة من كي خلقكم من نفس الوائدة وخلق منها درجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءل لبي والأرحام إن الله شاء عليكم ورقبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والفنقر نفس ما قد تفت بغد واتقوا الله إن الله قبير لما تعملون أما بعده أيها المسلمون كونوا على علم ويقين اتاكم أن الله جل جماله وتقدست أسماؤه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر وهو جل شأنه لا ينفق الكافرين والمسلم واجب عليه أن يكون هواه نبعا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيبكه الكفر وأهله ويتبرأ لهم لأنهم أعداد لله ولرسوله وللمؤمنين واجب علينا أن نتمسك بديننا وبعقيدتنا في الزمن يتلاعب بمشاعر المسلمين بعبارات براقة ظاهرها الرحمة وظاقنها الخبث والشرك والإلحاد والسندقة الإسلام عباد الله الإسلام هو الاستسلام لله بالفرد والإنقياد له بالضاعة والبراءة من الشرك وأهله يجب علينا أن نبرض الكافرين ونتبرع منهم ولا نواليهم ولا نحبهم مهما تعددت مذاهبهم ونحلهم وأماكنهم فكل من لم يدن بدين الإسلام فإنه عدو لله وأقول جل جلاله قال في كتابه إن الدين عند الله الإسلام فلا عبادة ولا عمل يؤمن إلا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرأ سورة الكافرون لما فيها من معاني الثبات على عبادة الله وحده لا شريك له وأقول جميع المعبودات من دون الله فهي تقرأ في الركعة الأولى من الفجر والطوى وركعة للطوان وفي الركعة الثانية من الشجع وغيرها لأن التوحيد والإستسلام لله تعالى هو الهدف والغاية من خلف العبادة وعليه مدار قفر الأعمال والعقيدة لا مد فيها من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل في ظاله وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعة من الفجر في الركعة من أولى قولوا آمنا بله وما منزل إلينا وما منزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويحقوق والأسقاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نبرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الركعة الثانية قل يا أعلى الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشجد منه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فيستفتح المسلم يومه بالاستسلام لله والقراء من الشرك وآهله وتمك أطور يجب التذكير بها وهي من صميم عقيدة المسلم التي يجب عليه أن يهتم بها ولا يغفر عنها الأولى أن من أصول اعتقاده الإسلام المعلومة من الدين بالطورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام وأنه فاتم أديان وناسق لجميع ما قبله من الأديان والملاد والشراع فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعفذ لله به سوى الإسلام قال جل شأنه إن الدين عند الله الإسلام اليوم أكمنت لكم دينكم وأكمنت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين والإسلام بعد جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان ثانيا من المصور الاعتقال في الإسلام أن كتاب الله جل شأنه القرآن هو آخر كتب الله نزولاً وعنزلاً في العالمين وأنه ناسق لكل كتاب عزل من قبل من الثورات والزور والإنبيل وبينها ومهيمناً عليها فلن يبقى كتاب منزل يدعى البدل الله دي سوى القرآن الكبير آل جل شأنه وأنزلنا إليك الذكرى لدو وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقاً لما بين يديه من الثورات ومهيمناً عليه فاحكم بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عن ما زاء في الحق ثالثاً يجب الإيمان بأنك نواة والإنجيل علينا سيحاق